نرجع نكمل الفصل الأول اطرقنا بالمحاضرات السابقة إلى الخلايا بداية النواة والخلايا الحقيقية النواة وعرفنا بعض ميزاتها أو الفروقات بيراتهم كل خلية تتألف من غلاف أو الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والنواة موضوعنا اليوم هو السيتوبلازم جزء الخلية الذي يقع بين الغشاء البلازمي والنواة النواة نقصد به الغلاف النوم ويكون مادة معقدة هذا يجينيك سؤال لماذا؟ لأن الماء يشكل 80% والبروتينات 15% أما الباقي النسبة 5% فتكون بشكل شحوم وسكريات وأملاء يحتوي السيتوبلازم على العديد من العضيات الخلوية والتي تمثل التراكيب الحية مثل جهاز كولجي والميتوكوندورية والريبوسومات هذه تراكيب حية ويحتوي على مكونات غير حية تكون بشكل جسيمات هذه الجسيمات ما منشأ المكونات الغير حية نتيجة نشاط العضيات الحية نتيجة نشاط العضيات الحية من ضمن المكونات العضيات اللي هي العضيات الحية الشبكة البلازمية الداخلية تتمثل بنظام شبكي مترابط من نبيبات وحوال صلات وترتبط بالغشاء البلازمي في مناطق معينة وبالغشاء النووي من جهة أخرى تعتبر هذه الشبكة موقع لصنع البروتين والدهون والكاربوهيدرار وسميت بهذا الاسم نتيجة تفرعاتها وتشابكها مع بعضها يتغير تنظيمها من خلية إلى أخرى وتكون الشبكة البلازمية على نوعين الخشنة والملساء يجيني سؤال لماذا سميت الشبكة الداخلية البلازمية بالملساء لخلوها من الرايبوسومات فتكون أخشيتها ملساء لماذا سميت الشبكة الداخلية بالخشنة لوجود الرايبوسومات على سطوح نويباتها مما يجعل مظهرها بصورة خشنة أو بصورة حويبية تكون المبايد والخصى والغدتان التضريتان تقوم بإفراز الهرمونات السيترويدية من هذه التراكيب جميعها تكثر فيها الشبكة البلازمية الداخلية الملساء التي تعتبر موضع لبناء وتجمع الشحوم لغرض الخزن وتدخل أيضا في تركيب الهرمونات السيترويدية إذا عملت مقارنة ما بين الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة والشبكة البلازمية الداخلية الملساء أول شيء سأعرف أن الخشنة توجد على سطوحها الرايبوسومات يعطيها مظهرا خشنا حويبيا الملساء تنعدم فيها الرايبوسومات وأخشيتها تكون ملساء الشبكة البلازمية الخشنة لها وظائف عديدة لها دور فعال في بناء البروتينات وذلك لوجود الرايبوسومات على سطحها تعمل على نقل المواد داخل الخلية وبشكل خاص إلى أجسام كولجي تعمل كبشة كشبكة هيكلية للمادة البينية السايتوبلازمية وظائفها تقوم بإزالة التأثير السمي لبعض السموم والأدوية المخدرة تعمل على نقل المواد داخل الخلية تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية السايتوبلازمية تمثل مواضع بناء وتجمع الشحون لغرض خزنها فهي تكثر في خلايا المبايض والخصى والغدتان الكضريتان حيث تقوم بإفراز الهرمونات السترويدية أيضا تقوم بإفراز الهرمونات السترويدية ثالثا توجد في السايتوبلازم بين الغشاء النووي والغشاء البلازمي كذلك لا تخزن الشحون تمثل مواقع بناء وتجمع الشحون تكون بشكل نظام شبكي مترابط من نبيبات وحويصلات كذلك ترتبط بالغشاء البلازمي من جهة والغشاء النووي من جهة أخرى إذن لماذا تكون الشبكة البلازمية الداخلية تمثل موقع صلع الدهون والكاربوهيدرات والبروتينات لماذا أسميها شبكة؟ لأن تفرعاتها وتشابكها مع بوضها وذلك الجانب ما أوجه التشابه يختلف عن هذه الجدول إذن عندي الريبوسومات هي عبارة عن جسيمات صغيرة توجد على سطوح الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة وفي بعض عضيات السايتوبلازم مثل الميتوكوندرية والبلاستيداد الخضر أو حرة في السايتوبلازم خلايا البدائية وتتركب من البروتين والحامض النووي الريبي الرنا والتي تمثل مواقع البناء البروتين أريد أحرف موقع وظيفة الريبوسومات توجد على سطوح الشبكة الداخلية الخشنة وأيضا في سايتوبلازم الخلايا البدائية جهاز كولجي جهاز إفرازي أول من وصفه العالم كولجي في الخلايا العصبية ويختلف في الشكل والحجم من خلية إلى أخرى ويكون خالي من الريبوسومات ويمثل موقع خاصا في السايتوبلازم بين النوات والغشاء البلازمي وتكون من الصعوبة تمييز حدوده بشكل دقيق وهو يختلف في الشكل والحجم من خلية إلى أخرى ويتألف جهاز كولجي من ثلاثة أجزاء أول الصهاريج هي عبارة عن أدد من الأكياس المسطحة يتراوح أددها بين ثلاثة إلى عشرة وهي تؤلف الجزء الأكبر من جهاز كولجي الحويصلات وفجوات كبيرة ملاحظة أن الجهاز كولجي في الخلايا النباتية يسمى باسم الدكتيوسوم أيضا واجب عليك الفرق بين الجهاز كولجي والشبكة البلازمية الداخلية الخلايا النباتية اللي هي القابلية على بناء الجدار الخلوي وذلك لأن سايتوب لازمها يحتوي على الدكتيوسوم سايتوب لازمها يحتوي على الدكتيوسوم يقوم ببناء السيلولوز وبعض مكونات الجدار في الخلية النباتية أما بالنسبة لوظائف جهاز كولجي في الخلايا الحيوانية فهو جهاز إفرازي فنلاحظ أن وظائفه بناء وإفراز السكريات المعقدة إفراز البروتين الذي يحصل عليه من الشبكة الداخلية الخشنة إذ أنه لا يصنع البروتين وإنما محطة لتجميعه إفراز العديد من المواد مثل الهرمونات والأنزيمات هذه بالنسبة لأجساء الجهاز كولجي الصهاريج أو موقعها والدكتيوسوم ووظائفه وهذا جدول الوزاري اللي هو دائما يجيني مع موقع ووظيفة وينطيني بعض المركبات والآن موضوعنا عضية أخرى موجودة في السايتوبلازم وهي الميتوكوندرية توجد في سايتوبلازم جميع الخلايا حقيقية النوار تراكيب كروية أو خيطية طولها 10 مايكرو میتر عرضها من نص إلى 1 مايكرو میتر وهي تتباين في حجمها حسب الخلايا التي توجد فيها ويختلف توزيعها ضمن الخلايا نجي لتركيبه تحاط بغشاء مزدوج ثنائي الطبقات الخارجية الخارجي أملس والداخلي تظهر فيه عدة انثناءات وانطواءات تتخذ أشكال واتجاهات مختلفة لكن قممها تأخذ نحو تجويف الميتوكوندرية وتسمى بالأعراف لحظة عزيز الطالب هذه عندي الامتدادات هذه منتجي إلى المركز هذا عندي إلى المركز لأجل الأعراف هي عبارة عن انثناءات وانطواءات التي تظهر في الغشاء الداخلي للميتوكوندرية وهي تتخذ أشكال واتجاهات مختلفة وقممها باتجاه التجويف الداخلي للميتوكوندرية وظيفتها تزيد من المساحة السطحية للطبقة الداخلية لغشاء الميتوكوندرية نبدأ نرسم الشكل الخارجي للميتوكوندرية شكل بيض ضوي وانتبه بالنسبة للغشاء الداخلي هذا يكون بمستوى واحد الامتدادات اللي هي الأعراف هذه هنا أصعدها وأنزلها وتكون هذه الشكل بالمقابل بالجهة المقابلة هذا بالنسبة عندي للمطهر والشكل الأخير هذا اللي قصدت به أمدي الأعراف أمدي اتداداتها تكون متجهة نحو التجويف الداخلي للميتوكوندرية هذا الغشاء الخارجي وهذا الغشاء الداخلي وهذه القمم اللي هي الأعراف مو هذه الأعراف هذا اللي هو القالب هذا شكل تخطيطي وهذا المجسم إذن الميتوكوندرية تسمى ببيوت الطاقة لأن لها علاقة بإنتاج معظم جزيئات الـ ATB ذات الطاقة العالية وعليه في الوظيفة الرئيسية للميتوكوندرية هي التنفس الخلوي وإذن إنتاج الطاقة لأنها تحتوي على الأنزيمات التنفسية فلذلك نلاحظ أن العضلات تحتوي على أعداد كبيرة من الميتوكوندرية لأن العضلات تحتاج إلى طاقة كبيرة وكثيرة أثناء عملها والميتوكوندرية هي التي توفر هذه الطاقة للعضلات لأنها تدعى ببيوت الطاقة ولها علاقة بإنتاج معظم جزيئات الـ ATB ذات الطاقة العالية وشكرا ترجمة نانسي قنقر